شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الاتحادات والهيئات والمؤسسات وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال زيرته الفعاليات والبرامج التي تقام ضمن البطولة مبنيا سموه إعجابه بالمستويات الفنية العالية التي أبرزها اللعبون واللعبات مؤكدا المشاركة الواسعة التي حظيت بها البطولة إنما تؤكد المستوى الذي وصلت إليه مسابقة الليقة البدنية في البحرين باعتبارها باتت المكان المناسب لانطلاق العديد من الفعاليات المتميزة على مستوى الشرق الأوسط وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى همية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي يشارك فيها نخبة من الشباب البحريني والعالمي والعمل على تشجيع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة لممارسة رياضاتي الخاصة بالياقة البدنية وتحفيز اللعبين ومتابعيها بجانب دعم المراكز المقتصة من خلال تنظيم البطولات وتخصيص المحافزات التي تساهم في مشاركة أكبر عدل ممكن من الشباب دون إغفال الجانب التوعوي وتعزيز الثقافة الرياضية والاهتمام بالياقة البدنية وضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن ما يميز بطولة صراع الأبطال هو المشاركة الكبيرة من قبل مختلف فئات المجتمع من خلال مسابقة خاصة بالأطفال والشباب والكبار الأمر الذي يؤكد أن البطولة تحمل أهدافا بعيدة ونبيلة في إرساء ثقافة ومارسة الرياضة بين جميع فئة المجتمع واعتبارها أسلوبا بل أسلوب حياتنا الجميع لما لها من أهمية بليغة على صحة الإنسان مكدا على أهمية موصلة إصدافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تؤكد مكانة المملكة في إصدافة البطولات المتميزة على أرضها ونشر الوعي بمارسة الرياضة وقد عرب سمو الشيخ ناصر بن حمال الخليفة عن تقديره وللجهود الكبيرة التي بذلها مع الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رئيس الاتحاد الأسيوي لبناء الأجسام ولياقة البدنية رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأتقال رئيس لجهة المنظمة العليا لبطولة لياقة البدنية صرع الأبطال واللجان العاملة بالبطولة من أجل استحضار كافة مقاومات النجاح للبطولة الأمر الذي سهم في إظهارها بالصورة المتميزة وأثبتت قدرة الشباب البحريني على التنظيم الباهر لمختلف الفعاليات الرياضية وفي ختام الفعالية قام سمو الشيخ ناصر بن حمال الخليفة بتتويج الأبطال الفائزين في البطولة ومن جانبه عرب معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمال الخليفة على رعايته للبطولة وتشريفه بالحضور والمتابعة لها الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نفس الأجرة المنظمة للبطولة وجميع المشاركين فيها مؤكدا أن تواجد سمو الشيخ ناصر بن حمال الخليفة ومتابعة للبطولة تعطي الاتحاد البحريني للرفع الأثقال دافعا من أجل موصلة تنظيم وصدافة مختلف الفعاليات الرياضية التي تؤكد مكانة المملكة على المستوى الإقليمي وأكد معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة إلى أن المشاركة الكبيرة من الشباب البحريني والمقيمين والمشاركين من خارج المملكة سهمت في تحقيق التنوع في البطولة وكانت الإثارة والمنافسة حاضرة في جميع جوانبها وسط أجواء من المحبة والأخوة والتنافس الشريف التي تتميز بها عادة مثل هذه البطولات وما تشهدهم من تبيز على المستوى الفنية نظرا للمشاركة مجموعة من نجوم اللعبة البارزينة ومن ذوي الخبرة الطويلة وأصحاب الأرقام القياسية وأضاف معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة إلا أن الاتحاد البحريني للرفع الأتقال حريص كل الحرص على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمال الخليفة في تكثيف إقامة البطولات الغياضية التي تساهم في نشر ثقافة ومارسة الرياضة بصورة مستمرة وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الاتحاد في الفترة المقبلة والتي ستشهد زيادة في حجم البرامج ترجمة نانسي قنقر